اهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذا العدد الجديد من ملف خاص فقد الاقتصاد الوطني ما يقارب 300 ألف منصب شغل ما بين الفصل الثالث من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023 وذلك وفق معطيات للمندوبية السامية للتخطيط التي سجلت تراجعا في مستوى النشاطي والشغل خلال هذه السنة من 44% إلى حوالي 43.2% خلال نفس الفترة وأفادت مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل بالمملكة خلال الفصل الثالث من السنة الحالية مقارنة بالسنة الماضية بأن معدل الشغل على المستوى الوطني تراجعا من 39% إلى حوالي 37.4% وعرف هذا المعدل انخفاضا بما يقارب ثلاث نقاط بالوسط القروي وبحوالي نقطة واحدة بالوسط الحضري كما كان الانخفاض في هذا المعدل أكثر حدة في صفوف الرجال مقارنة بالنساء حول دلالة هذه الأرقام وتأثيرها على سوق الشغل بالمغرب وأفق التعافي في مناصب الشغل يصرني أن أرحب باسمكم الشيء يا كرام بضيفي الكريمين الأستاذ محمد جدري الخبير الاقتصادي مرحبا سيد جدري أهلا وسهلا ويصرني كذلك أن أرحب بضيفي الكريم الأستاذ علي الغنبوري مدير البرامج بمرصد العمل الحكومي مرحبا سيد غنبوري مرحبا شكرا لكم ضيفي الكريمين على تلبية دعوتي البرنامج سيد جدري بداية يعني تعليقكم على رقم 300 ألف ما يقارب 300 ألف منصب شغل حوالي 297 ألف منصب شغل فقدها الاقتصاد الوطني خلال 12 شهرا الماضية بين الثلثة الثالث من السنة الماضية ويعني الثلثة الثالث من هذه السنة الحالية ما هي الأسباب في نظركم أعتقد بأن اقتصاديا هذا الرقم للارتفاع من سبب البطالة إلى 33.7% خلال هذا الربع الثالث تبقى أمرا منطقيا لأن الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية مر من أزمات متعددة أولا عندنا منسوش بأننا باقي نعيشين على آتار الجائحة هذا أمر لي مهم جدا أمر الثاني هو أن نعيدنا ارتفاع في أسعار المحروقات وعيدنا ارتفاع في أسعار مجموعة من المواد الأولية وهذا الأمر هذا أترى بشكل مباشر على القدوات الشرائية المواطنين والمواطنين لما تستركوش واحد مجموعة من الاستلاع ومجموعة من الخدمات وبالتالي اليوم هذا الأمر مهم بالإضافة أن اليوم دعنا في واحد مجموعة ما ننصب شغل دعنا فيها في العالم القراوي لماذا؟ لأن هذه السنة التايتة على التوالي لما تكون واحد سنة فلاحية التي يمزينا وبالتالي يعني أمر عادي أن تشبع نسبة المطالة بالإضافة من سنة المغرب منذ شتنبر الماضي يعني في سنة 2022 ينهجوا سياسة نقدية متشددة انتقلنا من واحد ونصف في المائة دعنا نسبة الفائدة الرئيسية إلى تهاتف في المائة يعني دعنا نحن نعيش بها وبالتالي اليوم الولوج المقاولات وهي مقاولات صغيرة جدا وصغيرة ومتوطئة إلى السيولة البنكية هو أمر لي وغالي وبالتالي اليوم ما عدنا؟ عدنا جوش الأمور عدنا أولا المواطنات والمواطنين يعني يؤجلون واحد مجموع من الاستثمارات أتكلم أساساً عن السلاع المستدامة اليوم واحد السيد لا ي تريد أن يحل لأحد العقار أو綾يد السيارة أو يتريد لأحد الزV أو تلاجة أو الفزار اليوم ما يؤجلو هذه الاستثمارات إلى وقت اللاحق يكون في التمليه ومناصمة وكذلك قدرات قدرات تحسم وكذلك واحد مجموع مياه المقاولات يُazioneجلوا استثماراتها سواء أنها لم يكن طالب على مجموعة من الأمور أذكرهم عن سبب المتاقى للبناء لأن لم يكن طالب على الأداء وعندنا مقاوات أخرى لم يكن لغيش مجموعة استلاع ويجب أن تتوقع ستجلها هي غالية ويجب أن هذه المعطيين مجوج يجعلون أن لم يكن طالب في السوق الوطني على اليد العاملة وبالتالي هذه الأمور مجتمعة لأنها أرتبعت غير ويجب أن نعرفوا بأن مني كنا نجل واحد سياسة نقدية التي هي متشددة كنا نعرف بأن هذه الأثار الجانبية أنها ستتفع خلال الأشهر وهي موالية وأمر يبقى اقتصاديا أمر مقبول نعم سيا علي الغنبوري بالنسبة للضفية الاقتصادية الحالية فقدان هذا العدد الكبير من مناصب ويبقى ربما أمر مفهوم في نظركم هل من قدرة للسوق الوطني على التعافي في السنة الماضية أو في ما تبقى من السنة الحالية على اعتبار أن المؤشرات ربما الاقتصاد أو مؤشرات التعافي كانت تبدو جلية يعني برسم سنة 2023 هو أتفق مع الأستاذ محمد جدري فيما يتعلق بأن هذا الأمر كان متوقعا ولكنه ليس أمر مقبول هو أمر متوقع بالأساس لأنه نظرا للمجموعة للعوامل باش نفهموا هذه العوامل هي عوامل اللي هي ضرفية وعوامل كذلك اللي هي بنيةوية بالنسبة للعوامل الضرفية هي ثلاثة العوامل الضرفية أولا التابعات ما قال الأستاذ محمد جدري دي الكورونا لأن خلال سنة الجائحة دي الكورونا فقدنا 430 ألف منصب شهر في 2021 اللي كانت عندنا واحد استعادة الناشط قوي وحققنا واحد نسبة النمو اللي هي قاوية لم نستطع أن نستعيد من هذك المناصب اللي فقدنا سوى 230 ألف في سنة 2022 كان عندنا كذلك واحد نحضار فيما يتعلق بالنمو فقدنا منصب شغل شغل جديد بالنسبة للعامل الثاني هو متعلق كذلك بالطرفية الاقتصادية اللي يعيشها المغرب في ضل واحد الأزمات الاقتصادية العالمية اللي مصبوغة ومتسمة بالطرابات اللي حصلات في السلسيل توريد والإنتاج خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية ومن بعد واحد مجموعة من الطرابات الجيوسياسية على العالم اللي أطرات على السلسيل للإنتاج والتوريد بتالي كان عندها تأثير مباشر على المغرب خاصة فيما يتعلق بالتضخم هالتضخم أهم تأثير ديله على السوق الشغل كان فيما يتعلق بالقطاع الغير مهيكل هذا القطاع الغير مهيكل اللي فيه واحد النسبة للناس اللي خدامين فيه أو للمغربة اللي خدامين فيه من اللي وقع عندنا هذا التضخم كان عندنا وحد الخروج ديل واحد العداد ديل الناس من هذا الاقتصاد الغير مهيكل والتجاه اللي بحث عن شغل لأن من اللي كان ندو على الاقتصاد غير مهيكل وخاصة لذلك الأنشيطة الصغرية مبقاش الناس عندهم المداخرات مبقاش عندهم الإمكانيات المالية باش يمارسوا هذك النورتالي واللو تقلبوا على ختمة مما يفسر الارتفاع ديل النسبة البيطار المعطة التالت كذلك هو المتعلق بالجفاف الجفاف لأنه ما ننسوش نحن فقد ناق هذه السنة 297 ألف منصيب شغل فيها 266 ألف منصيب شغل في العالم قارا في العالم الحضري في العالم القاراوي 266 ألف مرتبطة بالقطاع الفلاعي بالأساس يعني مرتبطة بالعامل للجفاف اللي هو والله وهذا المعطة بينيهو في المغرب واحد ثلاث سنوات نحن نعاني في الجفاف بتالين العكاس ديال هاد الارتفاع في نسبة فقدان الشغل في الوسطة القاراوي هاد الناس اللي اللي تيفقدون الشغل ديال ومن تيبقوش قاورت هبطول الوسطة الحضري هادش لكي في السر هاداك الارتفاع ديال النسبة ديال البطالة في الوسطة الحضري بجوجة النقاط نتقل نامر 15 إلى 17 في المية في الوسطة الحضري وهناك كذلك العوامل اللي هي عوامل بنيةوية العوامل بنيةوية نتعلقها في التقرير ديالكم نسبة الناشاط وحجم تشغيل نسبة الناشاط وحزم تشغيل اليوم كما كيعرف كل هادشي والتفق معي الأستاذ محمد جدري في هادشي هو أنه اليوم مسألة النمو في المغرب اللي مرتبط بها تشغيل هاد الوتيرة ديالنمو احنا كنا كنديرو 1.4.8 طيلة 1.2 الآن في العوشيرية الأخيرة كنديرو جوج فاصلة 8 في النمو الأخطر من هذا هو أنه كنا أن كل لقطة نمو تعطينا تقريبا مايو وقارب 50 ألف منصيب شغل اليوم نقطة النمو لا تتجاوز 17 ألف منصيب شغل هذا معطى بنيةو بالإضافة الوتيرة ديالنمو اللي ما ستساعدناش بشكل أساسي أن نقلص النسب البيطالة في المغرب لأن البيطالة أو التشغيل هو مرتبط بشكل أوطماتيكي بالنمو لن تحقق النمو وقدرتك هذا النمو قدرتك على خلق مناصب الشغل هذه معطيات بنيةو بالإضافة كذلك كل واحد المعطاق اللي ما خصنا شنش وهو أساسي هو هذا المعطاق الانفجاري ديال البرامج ديال الدولة خاصة ديال الحكومة خاصة فيما يتعلق ببرنامج أوراش وبرنامج فرصة لأن هذا هذا البرامج الصحيح أنهم استطعوا أنهم يستوي بواحد العدد كبير ديال اللي باحثين عن شغل وخاصة ذاك الفئات اللي اضطرات من جائحة كورونا ولكن رأخ خلقوا لنا واحد الأمل عند واحد الفئات اللي ما كانت تولج الصحيح وبالتالي هذيك الفئات اللي ما كانت تولج الصحيح التاية الضغط ديال على الصحيح تزاد انطلاقا من هذ من هذ البرامج وهذا مكينيش نهذا البرامج فشلات بالعكس لو ما كانت شهد البرامج وما كانت شهد كنا نشوف نسب البطالة اللي هي أكبر ولكن هذك المعطن الفيجاري ديال والتأثير انفجاري ديالها والصادة ديالها عند مختلف الفئات ديال اللي باحثين عن شغل جعلت واحد الفئات جديدة تولج على الصوق اللي باحث عن شغل باعتبار أنه ولاد كيناء إمكانيات ديال تشغيل وخاصة مع التضرور اللي وقع على الأنشطة الصغرى في القطاع الغير المهيكل لبتالي هذي العوامل بصفة عامة اللي أدت إلى هذا الارتفاع واللي خلات اليوم كنقوله بأن هذا الارتفاع في نسبة البيطالة كان متوقع كان متوقع نظرا لهذا العوامل نعم طيب هذا الانتماش الذي أشرتم له قبل قليل على مستوى النسيج المقاولاتي صعوبة في الوصول إلى التمويل صعوبة في الإقدام على خطوات من أجل استثمار كذلك سنوات ربما الجافة التي كانت صعبة على القطاع الفلاحي هل نحن قانون مالية السنة المقبلة من أجل استدرك هذا الحجم الكبير في فورة الشغل الضائعة حتى أنه ربما باعتبار أنه آلية التشغيل في قانون المالية يعتبر من الأدوات الأساسية لامتصاص البطالة كما تعبر عن ذلك المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية في نظركم هل سنكون أمام نمو سالم على مستوى قانون المالية وهو اللي نعرفه خصوصا أكدوا عليه هو أننا اليوم عندنا خيط الطريق اللي واضح اليوم عندنا رؤية سنة الفين وخمسة وثلاثين هذا الرؤية تدوى على تنزيل النموذج الجرموي الجديد اللي بغير الهدف ذياله هو أننا ندير مضاعفة النتج الداخل الخام بالنسبة للمغاربة ولكن اللي هو السياسي بشأن نصل على المستوى هذا كندوى على سرعتين من النمو كندوى على فرصة على سرعة أولى في الست سنوات الأولى دير واحد ثلاثة أربعة خمسة في المئة من النمو ثم يجب علينا أن نصل إلى النسبين أخرى ديال سبعة ثمانية لنسبين رقمين بشأن نصل هذا الداخل الخام نريد أن نضاعفه خلال 6 أفضل ثلاثين بهتش اللي نحن بيليوم باقي نحن بوحد سوالية بطيئة مثلا نقول بوحد السيارة من الطياز الرافع ولكن في طريق السيار ولكن يعود 120 أو 140 غدا بخمسين أو بخمسين أو بخمسين أو بخمسين أو بخمسين ومن ثم توقع مننا أننا ستوصل بسرعة أو أننا ستوصل بوحد الراحة أو شي حاجة ومن ثلاثة نحن نخذها للقياس اليوم أو الثاني لا ننسو أمر أخرى بأن هذا النمو الجديد صاوبنا صاوبنا وقادينا على ألس أن واحد الجو اقتصادي كان عدنا لم يكن الجائحة لم يكن تدخم عالم الذي نعيش 20 سنة وفي جانب الجافاف ولكن ليس لذلك نحن نحن من نحن عامين جيدة وعامين خيبة وعامين جيدة نحن 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 خمسة سنوات جافة ونحن نحن 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 من الحبوب تقريبا نص الحاجية المغربة وبالتالي نحن نحن الاستيراد اليوم نحن 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 أمور أساسية نحن نحن ثلاثة أو أربعة نحن نطورها لكي نصل إلى نسبة النمو التي هي مهمة لا نحن نحن ماذا هذه أساسية لأن اليوم نحن نحن في قانون المالية في قانون المالية سوف نحق نسبة النمو 3.7% نكون متأكد منها حقيقة وعند موسم فلاحي ومتوسط لكي نحن أمطار اليوم إشكاية للمق يجب أن نحل الإشكالية الأمر الثاني هو إشكاية الطاقة لأن الطاقة اليوم لدينا مشكلة على سبيل المثال خلال سنة 2022 الفاتوى الطاقية تجاوز 15 مليار دولار لكي نقول الناس ما هي 500 مليار تقريبا هي التكلفة بش روسيا أو أمريكا ستصبح المنديل 2018 أو 2027 تكلفة تكلفة باهدة ومتوسط لا يمكن أن نرى الأمر الثالث والأساسي كما قال السياي الغنبوري هو أن اليوم لا يجب أن نحن نعود على الاستثمار العمومي الاستثمار العمومي هو تقيل غيروق لا يوجد إنتاجية حقيقية هذا ما هو نحن 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 أن الاستثمار القطاع الخاص ويجعل الدور له هذا يجعل مقاولات صغيرة جدا صغيرة متوسطة وكذلك مجموعة من المقاولات المزيانة هذه الأمور كلها يجب نخدم على الاعتبار غير هو الذي نرى نهاية النافق لدينا أمور إيجابية يمكن أن السنة المقبلة يمكن خلق مناسب شغلية مهمة لماذا؟ أولا هذا الدعم المباشر المواطنين والمواطنين ويجعل 500 أو 600 أو 700 ويجعل 1000 أو 200 دعم هذا ما سيقومون بها سيستخدم بها سلاع مصنوعة في المغرب لأن 500 أو 600 أو 600 لا تستخدم تلفون لا تستخدم لا تستخدم شيئا من الخاجج وبالتالي سيستخدم في منتجه محلية يعني نقوم على تقوية قدرات المواطنين والمواطنين وبالتالي سيستخدم مجموعة من السلاع فلاحية أو صناعية أو خدامات وبالتالي مجموعة من المقاولات ستحاول أنها تعود الإنتاجية وتركوا حفظها الشغل هذا أمر مهم جدا الأمر الثاني والأساسي هو أن هذا الدعم المباشر للسكن هو عنده إيجابية لأن صحيح عنده دفع وإجتماعي معاون المواطنين والمواطنين لأن المواطنين متعددة لا يوجد طلاب وإن أسعاد المواد البناء وإنتاج كل أمور يسعب اليوم سيستخدم 30 مليون أو 70 مليون سيكون طلاب على السوء للبناء وبالتالي سنخلق واحد مجموعة من فواص للشغل وبالتالي هذه مهمة غير كيفية كما قلت سأل السؤال لك كذلك السنة المقبلة سيكون دائما لدينا العجز جرّينا معنا من كورونا وبقى نجرّد معك مجموعة الاستعالي فقدنا 100 المصد بقى نجرّوها معنا وكانين باحثين عن شغل جدد يأتي كل سابق متخرجين من المهني أو الجامعات أو المعاد العلي وبالتالي اليوم نظر بأن المغرب اليوم ندعو المواطنين ومواطنين نظرح أن هناك مغربين المغرب قبل سنة 2030 وكانين المغرب لم يعد 2030 لأن 2030 سنقوم بقى مع السخاء السماء مع السخاء برينت والبترول ونقوم بقى العم وقطع الخاص ولكن هذه الإصلاحات هي خاصة نظرها لأن من 2030 نكون متأكدين جاءت الأمطار مرحبا بها لدينا تحليط مياه البحر طريق السيار السدود محطة المياه المعالجة لأن نسقي الفلاحية وكذلك إشكال الطاقة ارتفع سعر البترول أو نزل لدينا 1.52% مياه المزيج على مستوى المحلي منطقة المجهج الديدق منطقة الريحية وطقة تمسية أساسا وبالتالي بعد 2030 سنقوم بقى 4 أو 5 أو 6 فلا النمو سنقوم بتأكد أن نقوم اليوم المتلم سنة الماضية درنا 1% يعني أبين درنا 1% هذه السنة هذه على أبعد تقدير 1.54% أو 7% السنة المقبلة كان نقول 3.57% راهين بالسخاء دي السماء طيب باستثناء قطاع الصناعة الذي سجل الارتفاع في حجم تشغيل 1% جميع القطاعات كانت سالبة من حي توفير فرص الشغل لماذا هذه القدرة قدرة قطاع الصناعة على العكس الأزمات التي تذهب بالمئات مئات الألاف من فرص الشغل عبرها العالم وطبعا المغرب لا يمثل ستنان لماذا الصناعة بالذات هي التي تعطينا البديل في ظل شح فرص الشغل هي الصناعة بصفة عامة صناعة بصفة عامة حتى لا تريد تتحول إلى بلد كما تدوي سي محمد جدري الوحد البلد اللي هو بلد صعب تتخصك واحد تستثمر في واحد القطاعات وتنمي واحد من Teresa تعطيك القيمة العالية المضعفة من أهم هذه القطاعات اللي ممكن تعطيك القيمة المضافة العالية هي الصناعة اليوم المغرب في المخطط الثالث أو للرابع فيما يتعلق بالصناعة اليوم المغرب تجريب طريق صناعة فعدد من القطاعات أصبح نموذج يعتدى به م시 على المستوى الوطني والمستوى القريع الأول إفريقيا فيما يتعلق بصناعات السيارات المغرب اليوم المداخل ديال السيارات السنة الماضية أكثر من 114 المليار ديال الدرام فيما يتعلق بصناعات السيارات الانتعاش المتواصل المختطط المتعددة فيما يتعلق بصناعات السيارات سواء صناعات الإلكترونيك سواء صناعات قسيجو ومجموعة طائرات كذلك اليوم هذه النهضة الصناعية والتحول الصناعي الذي يشهدون المغرب هو الذي يجعل هذه الإمكانية وهذه الفرص التي يخلقها خاصة فيما يتعلق بتشغيل هذه القطاع تمكنه من الصمود فيما يتعلق بمجال التشغيل على باقي القطاعات أنا كذلك أتفق مع الأستاذ الجذري فيما يتعلق بالأفق المستويات التشغيل والحل الأزمة البطالة أكيد أن التوجهة المغرب خاصة فيما يتعلق بالاستثمار هي الأساس الصلب للحل أي إشكال فيما يتعلق بتشغيل لأن الاستثمار هو الذي سيعطينا بشكل مباشر خلق فورا الصور وبتالي المعادلة التي يجيبها النموذج التنموية الجديد والخطة الملكية في إطار والتوجيه الملكي في إطار أنه نقلب المعادلة الاستثمار هنا في المغرب من أنه اليوم لدينا التولوتين في القطاع العام والتولوت في القطاع الخاص أنه يقول للاكس أنه يقول لدينا التولوتين في القطاع الخاص والتولوت في القطاع العام لكي نتمكنه والتولي لدينا واحد الواتيرة للإستثمار كبيرة التي تعطينا فرص للتشغيل كذلك المسألة التي تكلم عليها الأستاذ الجدري فيما يتعلق بالطاقة وفيما يتعلق بالماء لأن هذه هي الإشكالية استراتيجية بالنسبة للمغرب والطاقة هو الماء وليس هناك حضارة وليس هناك قوة في العالم لا تقوم إلا على انطلاق من جوجة الأشياء اليوم والماء والطاقة وبالتالي المغرب اليوم أو اللي عنده وعي أو اللي عنده اليوم برنامج أو اللي عنده مخطات كينزل على أرض الواقع ولكن في المقابل لدينا الأزمة من اللي تتكون عندنا الأزمة حيث ماشي أول مرة غا تكون عندنا أي يكون عندنا رتيفة من نسبة البطالة بتشكل بهالك ماشي أول مرة مرات فطارات متعددة تتوقع لنا هذا الإشكال المتعلق بالتشغيل هناك يجي الدور دي السياسة الإرادية دي التشغيل أولا ما يسمى بسياسة إنعاش تشغيل نحن كان عندنا المشكيل من بعد من بعد ما جاء مخطط تقويم الهيكالي في الثمانينات وقع عندنا وحد الإشكال هو أنه كانوا عندنا المغربة كون وليم تيخدمو في القطاع لها نعم من اللي جاء مخطط تقويم مرقات الوظيفة العمومية واللخص ندر وحد القطاع خاص هذك القطاع الخاص من اللي جاء ظهرت عننا وحد الإشكال اسميتو البطالة طاولة الأمد هذك البطالة طاولة الأمد درنا حلول بالنسبة له يلي دارها المجلس دير الشباب والمستقبل واحد الحلول الحلول هي تسمات السياسة الإرادية دير 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 تشغيل هو تنعطوه تحفيزات المقاولات تنعطوه واحد الإعفاءات ضاربية كانعطوه تحفيزات مالية لكي تساعدنا في امتصاص هذه الظاهرة في البطالة طاولة الأمد ولكن الإشكال هو أن السياسة الإرادية الإنعاش تشغيل اللي يوم كان لدينا في المغرب هي تحكمها المعطايات التي تحكمت في البطالة في سنوات تسعين اليوم كان معطايات أخرى كان فهم آخر البطالة كان بطالة من نوع آخر من قدش البطالة طاولة الأمد لم يكن لدينا أنواع البطالة أو لدينا أنواع جديدة البطالة أو لدينا غير حاملي شواهي تومة كتقيسهم البطالة أو لدينا شباب المتخرجين من تكوي الميان تومة كتقيسهم البطالة أو لدينا فئة جديدة وكتالي اليوم سياسة الإرادية لأين عاش تشغيل يجب أن تتغير وفق هذه المتغيرات جديدة لطرقات على سوق الشغل لأن عدم تغيير هذه السياسة منذ سنوات تسعينة إلى اليوم سيؤثر مستقبلا اليوم سياسة الإرادية تشغيل آن الأوان أنه يكون تغيير جديد فيما يطلق بالفلسفة سياسة الإرادية تشغيل سياسة التحفيزية في إطار أنه نساعد في تقليص لأن السياسة الإرادية تشغيل أو سياسة إنعاش تشغيل بالبرامج ستساعد بشكل كبير في متصاص نسبة البيطالة وتسهيل الولوج الذين باحثين عن شغل العالم المقاولة والعالم تشغيل اليوم يجب أن نتبنى خطة جديدة يجب أن نتبنى فلسفة جديدة فيما يتعلق بالسياسة الإرادية تشغيل التي تواكب لنا هذه المتغيرات الكبيرة التي أعرفها سوق الشول والتي تعرفها حتى المفهوم البيطالة اليوم نعم طيب يعني يجب خلق تصور جديد ربما يخرج من دائرة فورة الشغل المرتبطة بنسب النمو يعني أعدنا النظر في ربما المثاق للاستثمار أعدنا النظر وهناك أمل لقلب معادلة الاستثمار بين الخاص والعام كذلك هناك مشاريع كبرى مشاريع لدعم التشغيل فرصة أوراش وغيرها في نظركم هل هناك يعني يجب حتى معاودة النظر لربما لتصور الدولة لمفهوم التشغيل أنه لا يجب أن تكون دائما الدولة والمسؤولية ملقاة على عاتق الدولة من أجل البحث عن ابتداء مشاريع جديدة من أجل يعني امتصاص البطالة حتى ربما النسيج الخاص يجب أن يتحمل مسؤوليته لا طبية الحال اليوم هذه أمور لا بدنا أن نأكدو عليها هو أن اليوم خصنا نقول للمواطنين والمواطنين بأن اليوم اللي بغير يقلب على الشغل أساسا أساسا وصفة عمومية لأن هناك منافقة عمومية يجب أن نكمل لأن اليوم لدينا مجموعة لا يتقاعد يجب أن نعودهم ولكن الأساس المجتمع والأساس من الاشتغال يجب أن نمش في قطاع الخاص القطاع الخاص في جوج المحاور إما نمش في قطاع الخاص لأن يخدمون عن مقاواة ونجب أن يتجب صلاري وإما مجموعة من الناس خاصة أن نشجعون ليس لديوا مقاواة للأسف للأسف الذي يقع هو أن بعملات الحكومة إما تنسى أو تنسى مع الإجراءات وقد تدير إجراءات لأنها متناقضة مثلا على سبيل المثال من ديوم السنة الماضية السنة الماضية مثلا كانوا المقاوين الذاتيين كان لدينا تحفيز ضريب كبير لأسف الناس كانوا كثيرا في قطاع غير المهيكل وكانوا تحولوا إلى القطاع المهيكل لأنها مجاولة لدينا تحفيز ضريب كبير ما هو أن لدينا 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 موضوع 200 ألف أو 500 ألف على حسب الخدمات أو صناعة أو تجارة تخلص 1% من نسبة ضريبة للدخل الناس كانوا فرحانين وكانوا لدينا لدينا مجددا لدينا لدينا السنة الماضية ونجد إجراء ونجد المقاوين غير مواطنة وستغل الظروف ونجد مواطنة ونجد مواطنة ونجد مواطنة ونجد مواطنة مواطنة ونجد ونجد مواطنة ونجد ونجد 30% ونجد ونجد إحصائية لدينا ونجد قطاع المهم ونجد لدينا هذه لماذا الحكومة تأتي في الضربة ونجد نجد ونجد نجد نجد ونجد ونجد نجد 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 من 10,000% من 20% من نجد ونجد نجد أمر عاد ان بعد سنتين في سفر الذي أقوم بإطلاق المراكش 100 أو 150 دلم ستجعله 100 دلم واحد البداع الذي أقوم بإطلاق المراكش 500 دلم ستجعله 700 دلم أو 200 دلم وبالتالي هذه الخضرة ستستعطي الحكومة الأماكن اليوم ستقوم بإعادة في السوق وتجعل أنهم يشربون أو أنها ستقلب على المواد المالية ممكن أن نقلبوا عليها لكن اليوم غير مفهوم عن ماذا هذه النقل على القرى تستسيطرها هذا أمر خصيح يجب أن نضعون بالإضافة أن اليوم هذه الوليدات يجب أن يكون مجموعة من التحفيزات كما تتحدث عن التحفيز الداربية ، يجب أن يكون مواكبة المصحبة اليوم يجب أن يكون هناك نسبة مهمة من الولوج إلى الصدقات العمومية اليوم يجب أن يكون مقاوة مداتية ، التعاونية ، مقاوة صغيرة جداً مقاوة صغيرة ، مستوى النادية ، اليوم الضيطاني لا تكاريف يجب أن يكون مستثمر سياحي كبير ويجب التغزوت أو السعيدية أو مراكش أو أقادير ونطلب منه أن شركة النظافة وحراسة وستانة نجلب من ضابدة ونجلب من رباط هذه المقاولات يجب أن يكون مقاولات محلية يجب أن يكون مقاولات محلية ويجب أن تتكبر ويجب أن يتعمل مع أحد مجموعة من الناس نظر بأن هذه الأموات بإضافة لأن اليوم يحتاجون أحد مجموعة من الناس نعطي لهم ألوش إلى المقاولات البنكية لأن هذه المقاولات تكبر لأن اليوم نرى قطاع البناء أو قطاع النقل أو قطاع السياحي وعشت سياحة نجحات خلال السنة الماضية لأنه كانت دعم للدولة وكانت الدولة تتعاون معها وكانت تتعاون معها في حي قطاعات أخرى خليناهم معرضين نظر بأن هذه الأموات يحتاج أن نقضيهم على الاعتبار وليوم ما خاصة ندروا الشيء ونقيدوا الشيء بإنكس اليوم وليوم ما نريد أن نخدم للناس ونجي نحيي نكبر لهم الدريبة أو أنني نجي مثلا ونجي لهم الدريبة على القيمة فالنقل التي تبقى هي غير مفهومة نعم طيب هناك معطى آخر أشارة إلى المذكرة الإخبارية للمندوبية السلامية للتخطيط هناك عدد العاطلين للبطالة قصيرة الأمد حوالي السنة هم يمثلون حوالي ثلث من عدد العاطلين في المغرب أو من فرص الشغل المفقودة في المغرب بالنسبة لهذا النوع من البطالة كيف تتعامل معها الدولة فيما يخص طبعا البرامج الاجتماعية إن شاء التعبير تعويض عن البطالة هل هناك منظور يعني هناك مجموعة من البرامج التي تم الحديث عنها في السنوات الأخيرة تعويض لمدة معددة من إلى حين إيجاد فرص الشغل هل يتم تفعيله يعني في ظل هذه الأرقام طبعا التي ليست بسهلة لا هو شوف نعم نتعويض عن فقدات الشغل ومشتروعك قائمتات ومقنن لكن هل هو مفاعل لا مفاعل طبيعي الحال مفاعل ولكن مفاعل بشروط شروط أنه يجب أن تستوفي واحد العداد للسنوات للعمال يجب أن تستوفي واحد العداد للنخراطات ويستثني طبعا قطاع لا شيء أي واحد سيستفد منه قطاع غير المهيكل قطاع غير المهيكل لا يوجد في الدائل لأنه لا يؤديه أصلا الواجبات للإشتراك للضمان الاجتماعي هذا أصلا تعويض عن فقدات الشغل التي يوجد الآن هو مرتبط بالناس الذين يخدامون في إطار واحد العمل اللي هو لائق وعمل اللي هو قانوني بتأدية الاشتراكات ديالهم للضمان الاجتماعي اللي فيها واحد نسبة لتتأديها ديال الفقدان عن الشغل من اللي تتقدل فقد العمل ديالك تنعطيك واحد تلتشهور باش تتبين لما نقيته واحد العمل في إطار الاسميك في إطار الحد الأدنى ديال الأجر ولكن هذا مرتبط فئة معينة وبشروط معينة ما مرتبط بكل فئات اللي اليوم هي في حالة استمح في حالة البيطة على بتالي اليوم هذه الآلية احنا ننتظر أنه احنا عنا الورش للحماية الاجتماعية اللي فيها ربعات ديال المرتكزات اللي بدينا بتفعيل دياله انطلاقا من من تعميم تغطية صحية التأميل الإجباري عن المعراض وكذلك فيما يتعلق هاد السنة عندنا التفعيل ديال التعويضات العائلية او لدعم المباشر للفئات الهجرة والفئات المعوزة وعنا المحور التالي ديال هاد الورش الكبير ديال الحماية الاجتماعية هو تعميم فقدان فقدان شغل اليوم التعميم ديال فقدان شغل اليوم هناك ما يبرره حتى خارج الحماية خارج منطق الحماية الاجتماعية هاد الأرقام وهاد الارتفاعات المتوالية ديال ديال معدلات البطالة اليوم ولا تيبان بان فقدان شغل هو من بين الآليات ومن بين الحلول الأساسية لي أتطينا أولا أولا هذه مسألة مهمة هي أتطينا واحد واحد تدبير محكم فيما يتعلق بالبطالة ناتجة عن ماذا؟ ناتجة عن فقدان شغل لأن كلي ما عمرو خدم كلي ما عمرو خدم لأن فقدان شغل خصك تكون تخدمتي عاد نتفقد الشغل عاد نعوضوك وكلي ما عمرو خدم عادو كلي ما عمرو خدم بوحدهم ناتجة عن التدبير ديال البيطالة النابعة من فقدان فقدان شغل ستعطينا واحد الإمكانيات كبيرة اللي ستعطينا واحد تخفيف على سوق شغل لأن سوق الشغل قدما كان ضغط قدما كان الوالجين أو الوافدين اللي أكتر قدما يكون عندي ضغط أكتر قدما النسب ديال البيطالة قدرتفع بشكل كبير بتالي احنا اليوم عندنا ورش ديال الحماية الاجتماعية ننتظر التفعيل على التعميم لأن اليوم نحن نعمل في إطار هذا النظام ديال فقدان شغل ولكن هو ليس معمم هو خاضع لشروط خاضع لفئات معينة وخاضع كما قال الأستاذ جدري للوحد الشروط اللي هي جد جد دقيقة اليوم في إطار تعميم ديال هاد الورش ديال فقدان شغل أكيد ستتغير المواطعات ولكن أنا دائما أعتقد أن اليوم محاربة البطالة والتقليص من نسب البطالة في المغرب هو مرتبط أساسا بالقدرة ديال الاقتصار الوطني ديال النق على الخلق ديال المناصب شغل وعلى خلق على خلق نقاط نمو نقاط نمو لغالية غانية بتشغيل بالموازات كذلك مع السياسة الإرادية بالتشغيل اللي فيها ثلاثة المحاور أساسية فيها ما يتعلق بالتكوين هو شيء أساسي لأننا اليوم ملاءمة التكوينات اللي كينين عنا مع الحاجيات الحقيقية ديال السوقشول لأننا ما ننسوش رعدنا البطالة ولكن رعدنا شركات ما القوم يخدموا صحيح نعم ما ننسوش هذه المسألة تهد المسألة الغياب التنصيق ما بين التكوين والحاجيات ديال السوقشول ركا تساهم في استفحال البطالة عنا كذلك فيها ما يتعلق بالتحفيزات المقدمة أو للسياسة الإرادية ديالتشغيل اللي هي تحفيزات مقدمة للشركات باش تساهم في انتصاص ديال ديال العاطلين عن العمل هذه السنة مثلا في إطار برنامج أوراش كان عندنا واحد تحويل ديالذك الأوراش المستدامة أنها ولات واحد الإجراء تحفيزي ديال إنعاش تشغيل كان عطل لأي شركة اللي خدمت لنا في إطار واحد العقد ديال العمل المدة دياله 12 شهر و أدات الاشتراكات ديال ديال دمان الاجتماعي على داك العام تنعطوها واحد ألف وخمسمائة درمدان نوع من التعليز غادي نشوف النتائج دياله كذلك كان علش من اللي تنقول السياسة الإرادية ديال تشغيل كلها تغير لأن الفلسفة اللي كانت قائمة فيها كانت من اللي صوبنا هات السياسة صوبنا باش نحاربوا البطالة طاولة الأمن اليوم ما بقعتش عندنا البطالة طاولة الأمن ولا لدينا أشكال جديدة ديال البطال وبالتالي ما بقى عندها التامعنا نبقى في ذاك المنطق اللي حكم الحلول اللي قدمنا باش نحاربوا البطالة في سنة وتسعين اليوم يجب يكون عندنا حول الأخرى المؤطة الثالث كذلك هو فيما اللي تكلم عليه الأستاذ هو فيما يتعلق بالفكر أو للتوجهات ديال ريادة الأعمال أو للفكر المقاولتي باعتبار واحد المحطة أساسية أو واحد الطريق أساسي اللي ممكن أنه يساعدنا كذلك من امتصاص نسب البطالة ولكن هذه تبقى إجراءات تكميلية وإجراءات مواكبة الإجراء الأساسي وهو المتعلق بالقدرة الاقتصاد الوطني ديالنا وبتنافسية الاقتصاد الوطني ديالنا وبإمكانيات الاقتصاد الوطني ديالنا أنه يحقق النمو ويحقق النمو الغني بفرش نعم طيب يعني في انتظار تحقيق الاقتصاد الوطني لنسب النمو من رقمين كما أشرت من ذلك وهي ربما الأرقام التي يمكن أن تمتص يعني أرقام كبيرة منها البطالة هل هناك توجه إلى محاربة البطالة بالتدرج يعني بطالة ربما أقل نقول شدة على المواطن يعني عاطل مع وجود بعض امتيازات الاجتماعية تعودات عائلية ضمان اجتماعي وغيرا من الأمور هي ربما مرحلة أولى في سبيل إيجاد فرص شغل يعني هل نتوجه إلى فلسفة جديدة يعني مواجهة البطالة ببعض الامتيازات الاجتماعية إلى حين يعني تعافي الاقتصاد كليا من تبعات الجائحة تبعات المشاكل في مصار يعني موارد التمويل أو صحيح صحيح أنا نتفق معك فهد المعطاعدة لأن اليوم ندعو على واحد الأسس دل واحد دولة اجتماعية اليوم الناس نقول بأن ومباشر لأنه يعاونهم ومش أنهم يعيشون حيات الحياة التي يمزيانة كذلك اليوم كان يوجد فرق اليوم ما بين واحد طفل أو طفلة التي تعمل القطاع الخاص ومن واحد أخرين التي تعمل في القطاع الفلاحية أو شيء أخرى اليوم جميع المغاربة جميع أطفال المغاربة يتفرعون تعويلات عائلية كذلك الأمر كما قال السعالي سنضع على تعريم التقاعد ثم سنذهب في إطار فقدان الشغل لماذا؟ لأن فقدان الشغل كان يتعاون الناس يجعلهم في استقرار الذي هو نفسي ومادي ومادي واثري اليوم كان هناك من الطاكسي يعمل مع السيد عنده قريمة وليس لم يفهم معه قال أن خرج من الطاكسي هذا لا يصبح مخلوع لماذا؟ لأن من خرج من الطاكسي سنعطي ضمار اجتماعي سنعطي محددة لتعويض سنعطي مستوى لتعويض ومعه 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 لدينا مجموعة من الناس قام بإخدام لهم لم يعد المردودية للمقاولة قابل عليهم ولكن لا يشهد لأن هذا لا يصبح لأن خائف من يعطي تعويضات وليس لا يخرج لأن خائف للبطالة وبالتالي اليوم سنعطي تعويضات سنعطي سنعطي لا يصبح ضغط كبير على صغير سنعطي 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 من خدمة وريح عام أو عام ويصبح معاصر ويأخذ للمقاولة ويقعد أخرى ويقعد أخرى هذه أمور كانت اجتماعية اليوم عندما تحول آخر فيما يتعلق بجذبية الاستثمارات وهذه أمور مهمة يجب عليها اليوم وليس نكز على المستثمار الأجانب يجب أن تكون تظهر الاندماج المحلي كبير مثلا نحن على سبيل المثال اليوم سنعطي قطع فائق سرعة لتحصل بين الضار البيضاء حتى الأقادير هذه قطعات ستصبح في المغرب وبالتالي سنعطي لدينا يدعم المغربية سنعطي نقل التكنولوجيا ونقل التجربة ونقل الخبرة على المستوى المحلي وكذلك في الانتجار ستكون أقل لأن سنعطي القاتل يبيع عليها مثلا مليون دور أو مليون سنعطي 500 أو 600 ستكون أقل هذا التوجه مزيان نفس الأمر كما قال السياعي الغنبوري لماذا قطع صناعات السيارات نجح لأن نسبة الاندماج كبيرة من 21% إلى 64% وخلال ثلاث سنانات مقبلة 80% نسبة الاندماج وبالتالي يوجد السيارة التي تصببها في المغرب 64% من أجزاء التي تصببها وبالتالي يوجد أحد من 220 مصنع وإن 250 مصنع وإن 220 ألف من الشغل ونذهب إلى أمور مهمة هذا الأمر لأن المجتمع وأن نفرد لهم شهور جديدة لماذا المغرب اليوم ولا أقل تنفسية في قطاعات صناعة السيارات اليوم سوف نفرد طائرات طائرات انتقلنا من تركيب اليوم سوف نذهب بعض السيارات ثم نذهب طائرة كاملة في المغرب هذا أمر مهم كذلك صناعة الأنسجة والجد والجد السياحة والسياحة القيادية كلها نظر بأن هذا شكل غير هو يجب كذلك نكون منصفين لأن لولا لولا تنوح أقصاد المغرب تخيل معي كل مكان سابق في غرف الفلاحة وشوي للسياحة كل مكان طائرات كل مكان السيارات كل مكان نسيج كل مكان ألبسة كل مكان صناعات غدائية كل مكان مشموعة من الأمور كانت نسبة هذه 20% أو 20% وبالتالي هذا تنوح لتنقص الوطنية وتأوق متشوية وما تصل على المساوية القياسية بفضل ما تحقق صناعات من فرص الشغل التي ربما تشكل فارق في سوق الشغل في المغرب إلى وقت قريب كان ربما المجال القروي أقصد بالذكر المجال الفلاحي ربما صمام أمان فيما يخص التشغيل حاليا حوالي 2.7% هو نقطة مئوية وتراجع لسوق أو فرص الشغل في المجال القروي وصف 9.9% في المجال الحضري كيف يؤثر هذا وربما يزيد من صعوبة إيجاد فرص الشغل في المستقبل خاصة في المجال القروي في ظل المؤشرات الحالية لسنة ربما هي شحيحة أيضا من حيث التسقطات المطرية أكيد لأولا أن نكونوا متفاقين على واحد الحاجة المهم لدينا النسبة للبيطالة لدينا اليوم السبب الرئيسي وارتفاع النسبة للبيطالة ورقضوها بالأغلبية 90% خاصة هذه السنة كانت في العالم القارة لدينا 297 ألف منصب شغل التي فقدها الاقتصاد الوطني منها 266 ألف منصب شغل في العمل في العالم القارة يعني العالم هو الشغل الذي نسموه بالسطلة العمل غير مؤدعا في العالم القارة هذا العالم القاروي اليوم الإشكالية ليس فقط فقدان مناصب الشغل في العالم القارة هنا فقدان المناصب الشغل عندها تابعات هو أن هذوك الناس في العالم القارة من يفقد القدرة على العيش ويفقد القدرة على الإنتاج فين يتوجه يتوجه المشكل مباشر الذي يجرى نحو المناطق الحضرية هذا الذي يفسر كذلك الرطيفة لأن نقول بأن هورا 266 ألف منصب شغل فقدنا في العالم القارة و 66 ألف تقريبا فقدنا في العالم الحضرية وبالتالي الارتفاع نسبة البيطالة كان أكثر في المجال الحضرية لأن يجرع لأن هؤلاء الناس الذين كانوا يخدمون في العالم القارة ويجعلون ضغط على سوق الشغل في المجال الحضرية لأنه هناك المصانع المعامل الشركات القدرة يجب أن يجب أن يمارس الاقتصاد غير مهيكل لأنه يجب أن يأتي المجال الحضرية الضغط أو الإشكالية التي تولد على ارتفاع نسبة البيطالة في العالم القاروي هي عديدة لأنه من الذي ينزل العالم الحضرية سيكون لديك إشكالية السكان سيكون لديك إشكالية التضخم ومجموعة الإشكالية الاقتصادية المرافقة لهذه الهجرة العكسية وبالتالي اليوم البيطالة اليوم تتحمل خاصة هذه السنة تتحمل طابع وهو طابع قراوي بالأساس لأنه المناصب ذي الشغل اللي فقدناها كانت بشكل أكتر متسمة بما يصطلع عليه بالعمل غير مؤدعا والعمل غير مؤدعا يكون بشكل أساسي داخل القرى بتالي هذه الطابع اليوم لدي هذا البيطالة بتالي اليوم المغرب أنا أتطفق مع الأستاذ محمد شدري أن الوثيرة النمو أن الوثيرة تنزيل النموذج النموذج الجديد في المغرب لا يمكن تحتعليها إلا بعد سنة 2030 لأنه اليوم حتى الأفق النموذج النموذج الجديد هو 2035 2030 لماذا نقوله 2030 2030 لأن أغلب المخطاطات الموضوع خاصة في الطاقة من اللي نقوله 52% وهو واحد المخطاط الطاقي في المغرب الأفق هو 2030 نوصله 52% من المجلس الطاقي لأنه يكون من الطاقات البابية الهيدروجي الأخضر كل استراتيجيات اليوم التي كنا عندنا في المغرب هي مرتبطة بالأساس بسنة 2030 2030 سيكون وصلنا لما تم هذه المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي تم بشروا فيها خاصة في الطاقة في تحلية ماء البحر في النقل الماء ما بين السودود في مجموعة سيتمارو فيه خاصة في الإشكالية الاستراتيجية التي تواجه الاقتصاد المغربي لا يمكن تباني نتائج إلا بعد سنة 2030 هذا لا يعني بأنه اليوم سنوات سنوات لا سنوات ولكن في المقابل تخص مجموعة الإجراءات أخرى المرافقة اليوم من التي تقدم الدعم للعالم القاراوي السنة قبل عشرات المليار الدرهم التي تقدمت للعالم القاراوي وهذا السنة وهذا السنة كذلك وشنو فيها في حتى الأنشيطة المتعلقة بخلق الأنشيطة المدرة للدخل وتوطين الساكينة أو مجموعة من الأشياء لماذا؟ لأنه اليوم يمكن الناس في ست سنوات نبقى مربعين يدنا وقلوه نحن نحن سنو 2030 تلمرة 2030 واجهو هضروا معنا لا كنا حاجيات كنا مجموعة من الأشياء اللي يموليها ومستعجالة بالنسبة للمغربة وفي جميع الحالات ما يمكنش تقول المغربة لتنونية 2030 لا تقدم هو تقدم مرحلي والتنمية هي تنمية مرحلية خاصة المواطن المغربي يشعر بالنتائج ديالها أول بأول وبتالي اليوم الحكومة أعتقد أنها مطالبة بمجموعة من الإجراءات خاصة فيما يتعلق بتقوية الدعم للعالم القاراوي من أجل أنه هذا الهدف الذي كان في البرنامج الحكومي خلق طبقة متوسطة في داخل العالم القاراوي يجب الاشتغال عليه بقوة لأنه مجموعة من الإجراءات التي لم تفهم ولم تفهم كما قال أستاذ محمد جدري كما قال إجراءات لم تفهم بحال دعم الساكن دعم الساكن مزيان في العالم القاراوي ولكن لم أعطيتني حل فيه لم أعطيتني تبادل فيه لم أعطيتني لم أكن شقق في العالم القاراوي كما قلت دعم للساكن وعطيتني شعار أنه سيكون في المجال الحضري وفي المجال القاراوي ولكن في التنزيل وفي التنفيذ من المرسوم لم أعطيتني أفق كيف ستفعل في العالم القاراوي وبالتالي لأنه نوطنه سنجعلهم نحافظ في المناطق أهم شي أرى هو الساكن من المناطق تقصيه بشكل غير مباشر من الاستفادة من الساكن هذا إشكال غير مفهوم مع السياق الحالي الذي نعيش فيه وخاصة أن الأزمة اليوم في المغرب تمركزها بشكل قوي في العالم القاراوي لأن العالم القاراوي ستعرضون التضخم وعنده الجفاف ستعرضون داخل المجال هذا صحيح لدينا التضخم ولكن في العالم القاراوي لديه التضخم و الجفاف لأنه مختلف الأنشطة ديالوغ التي تدخل منها الموارد مرتبطة بالأرض مرتبطة بالسخة السماء نعم سي جدري طيب هناك يعني كما أشار سيغنبوري في انتظار 2030 توقيت صدور مثلا مثل هذه الدوريات والتي عادة يعني تصادف يعني الشق الثالث من كل سنة يعني بعد تسعة أشهر في كل سنة يعني تخرج هذه الدورية للمندوبية السامية لتخطيط هل هي تريد على إعداد مشروع قانون مالية للسنة المقبلة يجب استحضار هذه الأرقام والتي هي طبعا تسائل العمل الحكومي طبيعة الحال ويجب أن تكون الماكينة منصفة اليوم لدينا السد دستوري في المملكة المغربية تقوم واحد دور الذي هو مجبار يجب أن يكون على مندوبية السامية تخطيط يجب أن يكون مجلسة المنافسة يجب أن يكون مجلسة المنافسة يجب أن يكون هذا كله تقوم دور موازمة للحكومة بانك المغرب كذلك لأن اليوم المندوبية لا يوجد برمج انتخابية ويجب أن يكون لكين وبالتالي اليوم هذه الأمور تخلي الحكومة تشوف للاقظة خطار الأمور هي مهمة أنا غير بريد ننسى لحلقة لحلقة لتفاؤل ويجب أن نغرب الزمن وغرب الوقت وهو أساسي في محطتين أساسيتين مجموعة من الأوراش البنية التحتية الفندقية الطرق والملاعب الرياضية وعندنا كذلك نهاية الكثير على سنة 2030 لأنه على سبيل المثال هذه قطفة أخصرعة التي سنقوم من ضمد الأقديم ويجب أن نجل إلى 2030 ولكن اليوم سنقرر أن ننعيه في 2028 ويجب أن هذا الأمور يجب أن نصل إلى الأفق لأن كما قال السعالي ومجموعة التي ستصل إلى مدىها سنة 2030 وبعد 2030 سوف نتكلم عن مغريب آخر في أرقام بالنموذ الخمسة ستة سبعة في المائة الكافية بيخرق تروى والكافية بيخرق مجموعة من فاشق بالنسبة الشباب المغريبة الذين عانوا خلال الثلاث سنوات الماضية وطبعا هذا أمل لنا جميعا في تحقيق كل هذه الأرقام مشارع إليها في 2030 شكركم جزيلا شكرا السي محمد جدري لقاء